طبعاً لعيبة كبار وعندهم خبرات الزمالك انتدابهم عشان خاطر خبراتهم وعشان خاطر ان هم حصلوا على بطولة أفريقيا مع الوداد وبالتالي هو يعني ان شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين مع نادي الزمالك هي بداية أشرف من شركة كويسة جداً ونجم خدوا كاس مصر مع الزمالك والأهم إن شاء الله الفترة اللي جاية بعد توقف الدوري عندنا في مصر بسبب بطولة أفريقيا المؤهلة لتوكيو دورة توكيو الأولمبيئة يعني هيعود الدوري على يوم 25 من الشهر دا أول ماشر الزمالك إن شاء الله وإن شاء الله هيكون عملوا فترة أعداد كويسة لأن اونجم وعشان بن شارعي كانوا بدنياً شوية مش جاهزين يعني جوم على طول ما عملوش فترة أعداد كويسة إن شاء الله بعد فترة الأعداد دي إن شاء الله يكونوا أفضل وأفضل يعني إن شاء الله وناجم لعيب كويس جدا بس هو أنا من وجهة نظري محتاج فترة أعداد يعلي فيها المستوى البدني لكن هو كإمكانيات وكمهارة وكسرعة عنده كتير يعني فلسه ما نقدرش نحكم على شيء إلا مع نهاية التجربة يعني وأنا متفاعل إن شاء الله إن محمد وناجم ربنا يوفقه الفترة اللي جاء إن شاء الله خالد تقريباً نحسن عنده مشكلة في رجبته بيروح فرنسا يتعالج ويرجع مش عارف إيه القصة يعني لكن طبعاً هو الغد دلوقتي ما بينش قيمة خالد بطيب كلاعب لمنتخب المغرب وكهدف المغرب في تصفيات كأس العالم وأحرز هدف في كأس العالم فأعتقد إن هو لازم يكون مرضوده أفضل من كده وإن شاء الله خلال الشهرين دول اللي هو قبل الانتقالات الشتوية يكون إن شاء الله مستوى خالد تحسن يعني بإذن الله إن شاء الله وهي دي كورة يعني ممكن تبقى موفق في نادي ومش غير موفق في نادي تاني بس كل شيء وارد كل شيء مفتوح يعني أنا على حد علمي هو بيبحث عن عرض أوروبي يعني سواء في فرنسا أو تركيا العودة للوداد قد تكون برضو مطروحة كمان خلال الشهر ونص دول تعرف فيه مباراة تغير مصار يعني ممكن فجأة يتقلق مع زمالك مباراة أو اثنين أو ثلاثة فيتمسك زمالك ببقاءه كل شيء وارد في كرة القدم يعني لكن هو حتى الآن حتى الآن غير مقنع ليه بالنسبة للجمهور الزمالكي وأتمنى إن شاء الله الفترة الجاية إن هو يحاول يرجع تاني لمستوى خالبه الطيب بس معلوماتي كاسونجو كابونجو العيب قوي بدنيا جدا جدا والله أعلم يعني يعني ما أدرش أدخل في ده بس على المستوى الطبي قبل ما يسافر كان سليم مفوش أي حاجة يعني الكلام اللي بيقال إن بعد عودة أيوب الكعبي كعارة مليون دولار مبلغ كبير جدا أعتقد يعني عارم الصين تقريبا الله أعلم كان بيقال إن هو مبلغ كبير فيقال خلاص إنه هيتم الاعتماد على أيوب بالكعبي كرأس حربة فهم في عدم احتياج لكاسونجو كابونجو عشان كده رحل يعني دي المعلومة اللي عندي لكن الله أعلم موضوع الكشف الطبي ده يعني قبل ما يسافر هو من اللعيبة الأقوية بدنيا جدا يعني السرعة والقوة والله أعلم بص أنا شايف إن الوداد ظلم ظلم بيّن في نهاية أفريقيا لأن طبيعي المنطقي إن أنت ما تعمل تقنية الفار في الوداد واللي تسببت في إلغاء هدفين أو هدف قد يكون سليم أو غير سليم مش دي قصتي لكن ما أجي أحرز هدف سليم مليون في المية في الترجي وأفاجأ إن الدولة المسؤولة والنادي المسؤول عن وجود تقنية الفار والاتحاد الأفريقي المسؤول عن تطبيق تقنية الفار في المباراتين يكون المبارات تانية معطلة ده شيء لا منطقي ولا عقلاني خصوصاً إن الوداد أحرز هدف سليم مليون في المية وتم إلغاءه فمن أقل شيء في المساواة في العدل هي إن تقنية الفار تكون موجودة في المباراتين واللي لا تلعب المبارات تانية بدون وجود تقنية الفار على فكرة تقنية الفار في المبارات تانية كانت ممكن تتسبب في ضرب الجزاء على الوداد على فكرة يعني كان فيه في الشرط الأولاني كرة جاد في إيد أحد لعيبي الوداد لكن النهاية هي تطبيق العدل على الجميع فإما تحسب تقنية الفار في الوداد وما تحسبهاش في الترجي ده يعني زياد ده يقول لا وجود للعدل ترجمة نانسي قنقر